هنكمل اخبارنا المحلية والمهندس شريف العريان بيمضي على الحائط حائط اللي معدج يعني خصيصا في العالم حائط اللجنة الولمبية الدولية الحائط ده نجوم العالم كلها بتروح هناك راح المهندس شريف العريان كان عنده دورة لجنة فنية تابعة الخماس الحديث في فرانكفورت بس يكمل لسويسرا ونزل على لوزان وبدأ في احتفالية كمان مية خمسة وعشرين سنة دي احتفالية مية خمسة وعشرين سنة على اللجنة الولمبية الدولية راجل راح خصيصا هناك ومضى على هذا الحائط الحائط اللي كل الناس حائط زجاجي كل الناس ومشهير العالم دايما بتعدي وتحاول تمدل إن حاجة للتاريخ دي حقيقة وكمان كان في حضور توماس بخ رئيس اللجنة الولمبية وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وجول بوزو رئيس الاتحاد الأولمبي العالمي